السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة جديد فور منهج بالنسبة للدفاق حصة النهاردة احنا اخر جزء كنا اخدناه هم الفربين دول في نفس الباج اللي هي باج كغان ستة صفحة سبعة واربعين هنكمل مع بعض جدول الافعال ده عندي اول فاغبة هنا verب فار بمعنى يوميرس اللي شرحنا المرة اللي فاتت مع الرياضات وعندي verب دورمير بمعنى ينام المقطع اللي بيكون الاخير اللي هو ال-en-t في اي verb ما بننتقوش فانا وقفت عنده حرف ال-m ال-dorm ال-dorm طب بعد كده verbe savoir بمعنى يعرف je sais, tu sais, il sais, nous savons, vous savez, ils savent برضو قفت عنده حرف ال-v في النط والمقطع ده بيبقى ميه بيكون silent الباج بقى اللي بعدها اللي هي كغان طويت بصوا هنحفظ الجزء ده فقط بصوا كده انا بعلملك على ايه اللي هو الجزء ده فقط كده عندي هنا يا حلوين يقوم باعمال المطبخ يبقى faire la cuisine ما هادش يقولي la cuisine بس في هنا verbe faire اهو عشان يبقى واضح معاك اهو faire la cuisine طب يمارس الجودو faire du judo يركب الدراجة faire du vélo هنحفظ الصف الاولاني ده فقط مع الجزء اللي قلناه فوق بالنسبة بقى الجزء الدفاغ اللي حنحلو نبعثو على جروب التليجرام عندي هنا في باج جغان ست والباج اللي بعدها هنحلك سرسيز ده اللي هو شوى زي اه وشوى زي ده على تصريفات الافعال اللي انتو هتكونوا هفستوها فوق يلا اتمنى لكم التوفيق جميعا وقولكم اخصيبوكو ايه غيف واغ